موسيقى شهر زاده ليل الفنانة والمولحنة والشارع والدكتورة في تاريخ الموسيقى والعلوم الموسيقية تلقى الدعوة مليونسكو بيش تقدم محاضرة نهار 13 مارس تستعرض فيها مسيرتها الفنية وتجربتها في التلحين نبدأ صفحة شديدة معاك نبدأ صفحة شديدة معاك بيع الدنيا بيع حياتي بيع العالمون هوك ويشغل لو كانت أين حبي أين حبي من هوا يا حبي تعرفت شهر زاده ليلب وفقها للطابعة التونسي وتمسكها بالترب والتراث ونشحت في إنها تكسب جمهور يسمحها ويتباحها في المسارح والمهرجانات التونسية والعربية وفي نفس الوقت تتواصل تركيزها على العروض الموسيقية وين بيش تقدم نهار 20 أفريل نساء ونصف بمسرح الأوبيران مدينة الثقافة اللي تحكين عليها أكثر اليوم في بيت أوقيت تونسي يا ما عطيتيني بعيدة ونايا ما عينيش يا مرمو أنا بصدق تمنية أن الفيتيار يدوم وهو الغناية تكمل الصوت الجميل للشهر زاده ليل ريم الفيالة بحضانة مرحبا يا عيشك سيدي مرحبا بيك بنتعمي أكي بشقول بنجم تقول مرحبا بيك وبين تدريس في الجامعة العزف والتلحين وكتابة الشهر أيضا ثمت عروض من قالت شهر زاد إلى نساء ونصف اللي تحضرها ثم محاضرة في اليونسكو زادة نبدأ بنشاط اليونسكو المنزمع قريبا إن شاء الله بش نكون موجودة يوم 13 مارس في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية بش نقدم مشهركة أو مدخلة في إطار ندوة علمية تحت عنوان الأيام العالمية للملاحنات وتحت شعار ملاحنات في القرن الحادي والعشرين فالكولوك هذا إن شاء الله بش يكون موضوع متاع وحاول ممكن حق المرأة المهضوم نوعا ما في تواجد كموسيقية وكملاحنة في المجتمعات العربية وفي العالم الأجمع نجم أقول تلحين عالم ذكوري في المطلق هكذا وماذا تضيف تأنيث للحن إذا تلحن امرأة أنا ما نراش لي فم فرق كبير برشة بين الملاحنة أو الملاحن لأنه هي المسألة مسألة إحساس ومسألة ذوق أما سمعني ما سمعناش نجوم نساء فتحين بليغ حمدي عبدالوهاب الموجي القصبجي كلهم صنباتي نجم أقول ممكن أن المجتمع هو اللي ما خليش المرأة تفرض نفسها كملاحنة وكصانعة للألحان معناه المجتمع هو اللي خليها ينظر لها فقط كمطربة يعني دور المرأة في مجال الموسيقى حتى العزف لا زيدا ما شوفوش برشة عزفات معنتها نساء رغم أنه ما فهمو مشكل أخرى عزفات نساء تخلط على دوباء فرع ساعات نجم يكون لكن حتى ضويفر طويلت نجم تعزوني حزيدا هاني أنا ضويفر طويل نعزوني وتعزوني كيف تعمل مع العود لا سهل مش تكنيكة خطر لابد أن المرأة تكون معناها جميلة في مظهرها نساء ونصف حكينا عن نساء وعن نصف لنزيد شنو؟ وهل هو استدعاء لمقولة تونسية بالعامية وظفها حتى صغير أولاد أحمدكي قال نساء بلادي نساء ونصف وهي في اللسم العامية راجل ونصف راجل ونصف الانزياح بها المرأة ونصف هوني القوة الكريمة المرحوم صغير أولاد أحمد اقتبس العنوان متع القصيدة من المثال التونسي وين اقتبست من القصيدة متع صغير أولاد أحمد اقتباس على اقتباس فنقتبست العنوان هذي لأنه العرض كما قدمته في مهرجين الحمامات كان ذاك في عيد المرأة 2018-13 أود العرض هو المحولة متعه هو المرأة المرأة التونسية بكل ما تمثله المرأة التونسية من قوة شخصية من تضحيات من مرأة من مناظلة في كل المجالات كأم كسيدة في المجتمع كسياسية في كل صفاتها فصلنا نحكي وليمات برشا على المناصفة على المساواة في الميراث مواضيع حقوقية ومواطنية وإنسانية المرأة تبدأ وتدفع بها للجدل والتداول العام في المجال العام أو الفضاء العام صحيح هو في مجال الموسيقى فما العديد والأغاني معناها العربية فما العديد من الأغاني للتغنى بالمرأة يذور لي ممكن موضوع التغني بجمال المرأة وبقيمتها وبحبها هذا موجود معناها في جل في نسبة كبيرة من الأغاني التونسية أو المغاربية أو الشرقية كذلك على كل هو العرض نساء ونصف هو تونسي بحت فيه 70% من الانتاج الخاص وأغلبها أغاني من ألحاني المحور يعني تغني بالمرأة أو تعرض لقضايا تهم المرأة مثل مثلا منهضة العنف ضد المرأة موجود في أغانية من عشكين جيت هذه حاجة معناها كيكة معناها سبونتانية وإلا اعتمدتها ما نعرش عليش معناها لعادي لفم جملة كبيرة من أغانيات تتغنى بالمرأة وفيها يعني قضية المرأة بيه حبيب كيف تفهم أنت أن تتصدر المرأة وتتصدر للتلحين يعني الأمر ليس بالمغامرة الهيينة نحب نحكي على ذكرى جميلة مع شهر أزاد هلال بيه حزب البحر لأبو الحسن الشاذلي بيه شهر أزاد اعتمدته في أحد حلقات على تونسيات اللي أنتجته لبعض اللي إحدى التلفزات ووقتها اكتشفت أنه شهر أزاد بخلاف معناها الفن صوتها المثقف يعني يقولي تختار لك حزب البحر أنا عجبتني صوت المثقف بش أنت بنها بعد ذلك أي لا بالفعل فحقيقة أنه اليوم نتكلم على المرأة الملحنة مثل المرأة الشاعرة ومرأة الكاتبة فهذا يعني أننا سنمنح لللحن هدية أخرى يعني وهي أن تكون المرأة الصانعة الحقيقية للألحان تصبح كتيبة النوتة فقط معناها يعني 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 هي اللحن في آخر الأمر لحن الوجود اللي يتكلم عليها شابي شابي طبعا نعم ذكرتني به فعلا وهو في تاريخ الموسيقى العربية فم العديد من نساء الملحينات ممكن ما برزوش برشا لأنه النسبة أكبر من الرجال معناها في مجال التلحين لكن لوردة كيش كانت تلحن هي معنطا أغانيها أم كل ثوم لحنت يعني وبقطع نظر عندك في حزب البحر ارتجلت يعني ارتجال وقتها دونك تلحين وقتها عملت التلحين هاي هو فم فرق صغير هو التلحين حاجة والتلحين حاجة هاي فرق صغير هو أنه يعني تلحين عندك الفرصة باش تراجع لحن وتراجع لكن الامبروفيزيسيون أو الارتجال يعني حاجة حينية ما عندكش الحق باش تبدل كان غلط سهي حكينا على اليونسكو مش تحكيوا على عرض دار الأوبيرا في تونس أو في مدينة الثقافة تحديدا شنو هو بالضبط بو حكينا عليه بالاسم أما تفاصيل ومزاج وروحية العرض شنو يا احنا كانت وموحنا من الأول أنه عرض نساء الونس يكون موجود في المسرح الأوبيرا في مدينة الثقافة وأعتقد أنه هذا المكان يليق بما قدمنا والناس معناها شافت العرض اللي قدمناه في الحمامات في مستوى جيد قدمنا كرياسيون إبداع فما حاجة جديدة فالمكان الأنسب لعرض نساء الونس هو مدينة الثقافة إن شاء الله باش تقدم العرض مرة أخرى مع إضافات ومع ألحان أخرى ومع سبغة مغاربية إن شاء الله باش نعتمدوها في عرض نساء الونس أنا وفية للموسيقى المغاربية من بدايتي وقعتها كيكا وإن شاء الله باش يكون جانب المغاربة موجود في الموعد هذا يوم عشرين تقريب العمق الأكاديمي شهرزاد يؤثر في خيارات الفنان؟ أكيد أكيد يؤثر ينجم نكون نعمة ونجم نكون نقمة كذلك ينجم خلي ما يخدمش عرابا صحيح؟ ما احترامنا اللي يخدم في العراب فما ناس مثقفين فنانين مثقفين ودرسين موسيقى وعملين دراسة عليا وفي نفس الوقت يغنيوا ويعصفوا في العرسات وفي العراب أنه هذا مش عيب لأنه الفنان ما ينجمش يقوط قاعد زيدا يعني حسب قيمته يحسب تشوف روحك في سؤال الأخير قبل أن أستمع إلى صوتك في صيغة أكابلا دون عزف مع جينيريك نهاية اختارنا أنت غناية وطنية بش نهديوها لأهل بن جردان وشهداء مالحمد بن جردان تعتبر نفسك فنك نخبوي أم نخبوي للجميع كما يقول صديقنا عبد الحليم المساودي تنجم تقول نخبوي للجميع لأنه أنا حاولت أني نوع في مسيرتي الفنية حاولت نكون قريبة من الخيارات يعني الذوق العام بتاع الشعب عملت أغانية تراثية شعبية جدتها حتيت فيها صبغة خاصة بي أنا فيعني تعاملي أنا مع جميع الأنماط الموسيقية ما عنديش حتى معناها تمييز وغني كل الأنماط ما فيها الشعبي والواتري المالوف وغيره العديد العديد من الأنماط اللي أنا نغنيها ومعنيه بكل ما شكرش روحي بارش عادي يقول تشكر في روحي لا لا تستاهل هو مش مش أقولك شاكر ونفسه يقرق وكي السلام أما تستاهل كل الشكر وكل الشكر ليك أنك جيتنا هو الوقت مهم لأنه نقبل الأخبار أنا حبي تقول لي هذية رو أول مرة نظهر في التلفزة كانت في برنينجو التعهيل الركبي بالسورية الحمراء هذي كان مهرجين الأغنية لكن اللي قبل فجأتني بها المجدة معادة إيمان ما قصرتش عن التقريب الجميل فعلة هذي بالسورة الحمراء هذي أول مرة نغني في التلفزة تونسية وأول مرة أديت أغنية خاصة بي وتتحدث لنا بنفس الشغف كمال مرة الأولى وأكيد بشتغني بنفس الشغف كمال مرة الأولى حييك برشة شهرزات ونشكرك نخليك من بعد ما نعمل تحية الختام لتحية غنائية لأهل بن جردان أهل تونس الكل وشهدائها تحية أهل بن جردان والله يرحم الشهدائي شاء الله يا ربي يتكلم يعيش إشنو اخترت لهم اخترتنا كأغنية والله اخترت أغنية من إنتاج الخاص ليهي الوطن يا ابني جميل كلمات جديدة لعويني وألحان المرحوم جميل به خليني ما لا نعمل الشكر اللازم وأحيل لك الكلمة والمصدحة لنختم باللحن والموسيقى والغناء في ختام هذه الحلقة الخاصة أزعم أنها خاصة رغم أني لا أضيع سرا كانت الفكرة أن نقدم حلقة كاملة من بن جردان وكنا نسأل عن الإمكانيات اللوجستية والفنية منذ أول أسبوع لكن تقنيا استحال الأمر لذلك ارتأينا أن نقدمها من تونس لكن أيضا بتخصيص حيز أكبر من الربط المباشر مع بن جردان لا يفوتني أن أشكر خميس بوبتان على صبره معنا وهو الذي يغطي للأخبار ولي مصالح أخرى في التلفزة الوطنية زملائنا في الحافلة ليس من باب الدعابة هذه المرة في منتهى الجدية سونية رشيدة بالحاج سكريبت البرنامج بسام سليم شهاب والزملاء في البلاتو ما ننسى همش هينشوفهم قدامي يعتذر ما عنديش الأسماء لكلها إيمان ماجدة صغير أيمن زهرة وفران صحفي البرنامج لا سعد بن عاشو رئيس صحري للبرنامج دون أن ننسى طبعا لكن الشكر الأكبر مشاهدينا يبقى لكم ووحيد الغربي كيف أن ننسى نعم مساعد رئيس صحري للبرنامج شكرا على البقاء شكرا على الوفاء تفاصيل أوفى عن ملحمة بن جردان وتداعياتها سلبها وإجابها في نشرة الثامنة دمتم على وفاء إلى اللقاء أترككم مع صوت شهر زاد هلال الوطن يبني الوطن غالي ترابا الوطن ثوب حرير عند أحبابا الوطن يبني الوطن الوطن يبني الوطن الوطن يبني الوطن الوطن يبني الوطن الوطن ثوب حرير عند أحبابا الوطن ثوب حرير عند أحبابا خليك يبني الوطن عشاك ليهن لا تحمل علي الفراك خليك يبني الوطن